بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الثاري درس اليوم هو استكمال للدرس السابق في المسائل كان عندنا مهارة حل المسألة وهي تقدير معقولية الإجابة بداية فكرة درسنا في تحديد معقولية الإجابة أستعمل هذه المهارة لأحل المسألة إذن كيف أنا أحدد معقولية الإجابة إذا جاني سؤال مثلا قال لي قرر إذا كانت الإجابة معقولة أم لا واذكر السبب طيب حتى أقرر الإجابة معقولة أم لا كيف نقرر أحتاج بداية أن أوجد الناتج بعد كذا أقارن الناتج اللي أوجدته مع المعطيات اللي أعطانية رح نتدرب على هذه المهارة ونشوف نشوف الآن بعض المسأل عندي مسألة الآن المسألة تقول ألاحظوا القراءة مهم جدا قراءة المسألة بالشكل الصحيح توفر ريم ثمانين ريالا أسبوعيا لشيراء حاسوب ثمنه ألفين ريال إذا كان لديها ألف وخمسمائة ريال فهل من المعقولة القول بأنه يمكنها شيراء جهاز الحاسوب بعد ست أسابيع من توفيرها طبعا في المسأل تعودنا أن أستخدم الخطوات الأربعة لحل المسأل وهذه الخطوات تساعدني في حل المسألة راح أتبسط لي المسألة حتى أفهم المسألة يقول لك اتبع هذه الخطوات خطوة خطوة طب حندما بناخد أول خطوة وهي أفهم وأحدد منها المعطيات والمطلوب طيب بداية طالما عندي هذه المهارة مهمة جدا تحديد المعطيات والمطلوب المعطيات اللي احتاجها واش رايكم نخليكم تحددون هنتم طيب سأضع التوقيت الآن أبيك تحدد من هذه المسألة المعطيات اللي احتاجها والمطلوب أضع التوقيت الآن ونبدأ شباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني تقرأ المسألة مرة مرتين يمكن ما تفهم منها الكثير أو ما تفهمها على طول مباشرة لكن إذا اتخذت الخطوات الأربعة بدأت في تحديد المعطيات لاحظ عندي أول معطى هنا أعطاني توفر ثمانين ريال أسبوعيا معطى أيضا تريد شراء حاسوب ثمنه ألفين ريال أيضا معطى لديها ألف وخمسمائة ريال الآن حددت المعطيات اللي احتاجها لحل المسألة وش المطلوب؟ هل من المعقول القول بأنه يمكنها شراء الحاسوب أم لا؟ إذن كدبت المعطيات أنا مثل ما قلنا هذه خطوة جدا مهمة حتى لو كانت المسألة قصيرة عود نفسك على تحديد المعطيات المهمة لاحظ الآن بعد ما حددت المعطيات بدأت المسألة في الوضوح أكثر وضحت لي وفهمتها أكثر حتى صياغة المعطيات بإمكانك تصيغها بطريقة كنت طيب إذن هذه المعطيات اللي عندي توفي الريم ثمانين في الأسبوع ثمن الحاسوب ألفين لديها ألف وخمسمائة طيب المطلوب هل بالمعقول شراء الحاسوب بعد ستة أسابيع أم لا؟ الآن لاحظ عندي أيضا في التخطيط إذا بخطط كيف أكتب الخطة؟ كيف أصيغ الخطة؟ باللي راح أسويها لماذا؟ شو راح أسوي؟ شو راح أسوي أنا الآن؟ لازم أعرف كم سيصبح معاري من مبلغ كم سيصبح معها من مبلغ؟ بعد ستة أسابيع هي توفر في الأسبوع ثمانين ريال إذن راح أحسب مجموعة توفيرها أيضا إضافة إلى المبلغ اللي معها الآن دم حددت الخطة راح أكتبها راح أستخدم عمليتي الضرب والجمع لإيجاد المبلغ اللي راح يكون معاريم بعد ستة أسابيع بعد كذا أحدد هل معقول أم لا؟ يعني بعد ما أطلع الناتج راح أقارب طيب نشوف الآن وضعت الآن المعطيات لاحظ وضعت المعطيات عندي الآن بالإمكان استغناء على المسألة معادي أرجع للمسألة مرة ثانية طيب بداية هي توفر في الأسبوع ثمانين ريال إذا كان في الأسبوع توفر ثمانين ريال طلب مني في ستة سابيع يعني راح أكرر المبلغ نفسه ثمانين هذا الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث أيضا الأسبوع الرابع الأسبوع الخامس الأسبوع السادس طيب بدل عملية التكرار هذه طالما عندي نفس العدد بالإمكاني اختصارها بخطوة واحدة وهي الضرب إذا راح أضرب كم مرة أكرر المبلغ معي؟ ستة مرات أقول ستة ضرب ثمانين ستة ضرب ثمانين أصبح عندي الآن قوة العشرة ستة ضرب نفس المبلغ إذا الآن لاحظ بهذه الخطوة استغنيت عن التكرار كله فقط بخطوة واحدة طيب نرى الآن ستة ضرب ثمانين تعلمت أضع الصفر مباشرة بالناتج أضرب العدد في العدد ستة ضرب ثمانية من جدول الضرب بثمانية واربئين يعني أصبح الآن أربعمائة وثمانين هذا يمثل ماذا؟ هذا يمثل المبلغ الذي ستوفره إذا ادخلت في الأسبوع ثمانين ريال إذن سيصبح ماه أربعمائة وثمانين بعد ستة سابيع من توفيرها طيب أنا أعرف من لديها كم لديها؟ لديها ألف وخمسمية حسب معطاني في المعطيات طيب كم وفرت في ستة سابيع؟ وفرت أربعمائة وثمانين كم مجموع المبلغ الذي أصبح معها؟ وش العملية؟ سأجمع المبلغ الذي كان لديها إضافة إلى المبلغ التي وفرتها بعد ستة سابيع كم يصبح؟ عملية سهلة ألف وخمسمائة زائد أربعمائة وثمانين صفر ثمانية تسعة واحد ألف تسعمائة وثمانين إذن سيصبح معها بعد ستة سابيع ألف وتسعمائة وثمانين ريالاً وهذا يمثل ماذا؟ المبلغ الذي سيصبح معها بعد ستة سابيع طيب الآن استخدمت مئة المعطيات اللي عندي نشوف الآن كم ثمن الجهاز الجهاز سمنه بعد موجدت الناتج ثمن الجهاز ألفين وكم وفرت أو كم أصبح معها أصبح معها ألف تسعمائة وثمانين طيب هل تستطيع شراء الجهاز معها ألفين وثمن الجهاز ألف تسعمائة وثمانين من الأكثر؟ هل المبلغ اللي معها أم ثمن الجهاز؟ طبعاً ثمن الجهاز هو الأكثر ألفين دائماً أنها أكبر من المبلغ اللي معها إذا الآن أستطيع أن أقرر وأقول تستطيع ولا معقول ولا مو غير معقول غير معقول أن تشتري جهاز الحاسوب لأن ثمن الحاسوب أكثر من المبلغ اللي معها طيب الآن تبقى لدينا فقط التحقق نتحقق من حلنا نشوف حلنا صحيح ولا لا حتى تحقق لو مثلاً لا فتحقق بإمكاني استخدام طريقة أخرى وش راح أسوي؟ ثمن الحاسوب اللي هو ألفين ريال أبنقص منه المبلغ اللي كان معها اللي هو ألف وخمسمية كم تحتاج إذا نقصنا ألفين نقص ألف وخمسمية تحتاج إلى خمسمية حتى تستطيع شراء الجهاز هذا المبلغ اللي متبقي لها طيب وكم وفرته في ستة سابيع أربعمائة وثمانين إذن لا تستطيع لأن خمسمية أكبر من المبلغ اللي معها أربعمائة وثمانين وكذلك تحققت من إجابتي أنها صحيحة أيضا بالإمكان تكرار الثمانين ستة مرات يصبح أربعمائة وثمانين أضيف إليها ألف وخمسمية يصبح ألف وتسعمائة وثمانين أقل من ألفين تعالي نشوف مسألة ثانية بنفس الفكرة اللي هي مهارة معقولية وأستطيع أن أقرر من خلال المسألة تعالي نشوف كيف سياغة الأسئلة اللي استخدم فيها هذه المهارة السوال يقول وانتبهوا للقراءة الصحيحة تمضي العنود ستين دقيقة أسبوعيا مشيا داخل أحد المتنزهات فهل من المعقول القول بأن العنود تمضي مئتين واربعين دقيقة مشيا داخل المتنزه خلال أربعة أسابيع طيب الآن وضح لي الآن المسألة ما وضح لي حدد المعطيات بالإمكان تحديده حتى فقط تخطيط عليها تمضي العنود ستين دقيقة أسبوعيا هل من المعقول فقط تخيل أن هذا فقط هو المعطى طيب فهل من المعقول القول بأن العنود تمضي مئتين واربعين دقيقة مشيا داخل المتنزه خلال أربعة أسابيع يعني باختصار تمشي في الأسبوع كم ستين دقيقة يقول لك بعد أربعة أسابيع هل تمشي مئتين واربعين حدد المعطيات الآن حتى تسهل المسألة ويكفي مثل ما قلنا تحديدها بالطريقة هذه بالتخطيط ليس بإجباري أنك تكتبها بالطريقة هذه ولكن الفكرة تعود نفسك على طريقة تحديد المعطيات والمطلوب طيب ناحظة المعطلة اللي عندنا تمضي العنود ستين دقيقة أسبوعيا المطلوب هل من المعقول القول بأن العنود تمضي مئتين واربعين في أربعة أسابيع ولا لا طيب طالما عندي الصياغة هل من المعقول مباشرة استخدم ماذا استخدم مهارة تحديد معقولية الإجابة إذن راح نقول شنسوي حتى الخطة اللي نستخدمها راح أستخدم عملية الضرب ليش حتى أوجد كم تمشي في أربعة سبيع بعد ما عرف كم تمشي في أربعة سبيع راح أشوف أقارن مع الميتين واربعين أشوف أكبر أو يساوي أو أصغر أقرر بعدين معقول أو غير معقول الإجابة نبدأ الآن في الحل طيب وضعت الآن المعطيات والمطلوب عندي ممكن التخلي على المسألة طيب نشوف الآن أعطيني هون أنه تمشي في الأسبوع الواحد ستين دقيقة إذن هذا اللي بفرض لو هذا الأسبوع تمشي في ستين دقيقة الأسبوع الأول طيب الأسبوع الثاني هو قال لي في الأسبوع الأسبوع الثاني راح تمشي أيضا نفس الوقت ستين دقيقة طيب الأسبوع الثالث أيضا بنفس الطريقة طيب الأسبوع الرابع أيضا ستين دقيقة لاحظ عملية التكرار لنفس العدد بالإمكاني بدل تكراره أربع مرات بعملية الجمع بإمكاني اختصاره بخطوة واحدة وهي الضرب طالما عندي تكرر أربع مرات إذن راح أقول أربعة ضرب نفس العدد اللي تكرر اللي هو ستين لاحظ الآن بإمكاني استغناء عن هذا التكرار طالما استخدمت الضرب طيب أربعة ضرب ستين طبعا مرت علي وتعلمت أنا في مهارة سابقة إذا ضربت في مباعفات العشرة شن سوي مباشرة بمجرد النظر الآن تقدر أنك تضرب ضرب ذهني ضع الصفر في الناتج اضرب العدد في العدد أربعة ضرب ستة 22 24 أحسنتم إذن كم أصبح الناتج 240 240 تمثل ماذا؟ 240 أسبوع 140 دقيقة أحسنتم تمثل اللي تمشي في أربعة أسابيع 240 دقيقة طيب طالما أنا عرفت أنه فيه الأربعة أسابيع 240 دقيقة أنا أبدأ أقارن كم تمشي فيه؟ أقارن مع المعطيات 240 هذه رح أقارنها معه يقول له هل تمشي 240 في أربعة أسابيع أقارن معها 240 طيب يساوي ولا أكبر الله صغر؟ يساوي هل تستطيع الآن أن تقرر؟ نعم أستطيع أن تقرر بعد موجدت الناتج وقارنت أستطيع أن أقرر ها ماذا نقول؟ نعم إذن من المعقول القول بأن العنود تمضي 240 دقيقة مشيا خلال الأربعة أسابيع إذن لاحظ جاوبنا على نفس الطلب بكذا اتخذت جميع الطرق الصحيحة تبقى لدي الخطوة الأخيرة وهي التحقق في التحقق طبعا بإمكاني استخدام عملية الجمع بطريقة أخرى بدل استخدام عملية الضر بإمكاني الجمع الستين طالما تكررت معي أربع مرات رح أشوفك ما تطلع معي حتى أتأكد من هل باستخدام طريقة أخرى قد يكون الناتج اللي طلعتها أربعة ضرب ستة ليس أربعة وعشرين نتأكد ستين زائد ستين عملية سهلة طبعا زائد هنا يطلع مئة وعشرين وستين زائد ستين يطلع أيضا مئة وعشرين مئة وعشرين زائد مئة وعشرين يعطينا مئتين وعشرين نفس الناتج طلعناه هنا إذن بكذا يصبح حلي صحيح بعد ما تحققنا تعالى نشوف مسألة أخرى السؤال يقول أيضا ركزوا على القراءة الصحيحة القراءة راح تساعدك في فهم المسألة تظهر القائمة الآتية مجموعة الريالات التي يوفرها مجموعة من الأطفال في حصالاتهم فهل من المعقول القول بأن مجموع ما يوفره الأطفال جميعا هو مئتين ريال تقريبا طيب إذا لاحظ عندي الآن المسألة الطويلة هذه وفيها معطيات وفيها كل شيء قد ما فهم من أول مرة مباشرة حدد المعطيات المطلوب والمعطيات وضع المعطيات هذا اللي عندنا أعطاني هذا الجدول كم يوفر كل طفل أو كل طفلة طيب حددت الآن المعطيات عندنا هذه المعطيات نفسها وضعتها كما هي المطلوب فهل من المعقول ودائما المطلوب ينتهي بالسؤال على متلس فهم فهل من المعقول القول بأن مجموع ما يوفره الأطفال جميعا هو 200 ريال تقريبا طيب طالوا يشوفوا حتى أوجد معقولة وغير معقول بداية لازم عرف وشو لازم عرف المجموعة اللي يوفرونها كم يوفرون طيب كيف عرف المجموع راح أجمع أحسنتم إذن راح أكتب نفس الخطة اللي قلتها الآن أستخدم عملية الجمع لإيجاد مجموع ما سيوفره الأطفال بعد كذا راح أقارن مع المعطيات إذا قارنت مع المعطيات أو جدت الناتج قارنت بعد كذا أستطيع أحدد هل معقول أو غير معقول طيب إذن راح أخذ الآن اللي المعطيات اللي عندي كم وفرة ناهد ونهى وخلود ووفا راح أوجد عملية الجمع 48 أقول 48 زائد 52 زائد 47 زائد 53 وعملية طويلة عملية الجمع طيب شرعيكم أعطيك توقيت واتفع عملية الجمع الناتج كم بإمكانك إيجاد الناتج طيب اجمع لي فقط سأضع التوقيت الآن طيب تعالوا نشوف الآن طبعا لو اتأخذنا الطريقة بهذه يعني بالجمع بالطريقة بالاتجاه هذا يمكن تطول معك شوي العملية لكن لو لاحظت بإمكاني جعل العملية سهلة ليش؟ لأنه عندي أنا أعداد يعني أعداد تكمل العشرة فيها عملية سهولة لو جمعتنا 48 مع 52 تخيل معك تخيل معك 48 و 52 طيب عملية سهلة مرة يعني كأنها 50 و 50 تصبح مباشرة هذه 100 أيضا هنا لاحظ السبعة والثلاثة يكملون العشرة هنا عندي 47 و هنا عندي 53 يعني كأنه عندك مبلغين في جيبك هنا 47 هنا 53 بإمكاني جعلهم أعداد سهلة يعني كأنهم أيضا يقول لي 50 و 50 أيضا كانها 100 لاحظ جعلت عملية الجمع سهلة طب 100 زائد 100 كم يعطينا؟ يعطينا 200 الآن أنا أعرفت أن مجموع ما سيوفره الأطفال 200 مش بقى عندي أقارن مع اللي قالي هالمجموع ما يوفره 200 لو قارنت الآن طبعا الميتين اللي الناتج اللي طالع عندي 200 مع الميتين اللي قال لي هو أنه هل سيكون 200 مجموع ما يوفره وجدت نفس المبلغ طالما الآن قارنت بينهم نفس المبلغ أستطيع لأنه قرر معقول ولا غير معقول معقول إذن نكتب من المعقول أن مجموع ما يوفره الأطفال جميعا هو 200 ريال تقريبا أجبت على السؤال خليك معي في كلمة تقريبا طب لو كان مثلا مجموع اللي طلعتها 159 ما نعم بإمكاني القول أنه ما أقول ليش لأنه قال لي تقريبا ما قال لي تحديدا كم طالما قال لي تقريبا أيضا لو كان 159 أو 151 في حدود الخمسين قليلا يجد أو يقل قليلا أيضا يكون صحيح طالما أعطاني مفردات تقريبا تبقى الآن لدينا فقط هو التحقق حتى تحقق بإمكاني الآن لو أخذت الميتين اللي قال لي طبعا علىها ميتين ونقصت منها المبلغ اللي معه ناهد ونهى يعني نقصت منه مياه يتبقى مياه وهو المبلغ اللي معه خلود ووفا وبكذا أيضا تحققت أيضا من حل اتخذت جميع الخطوات في حل المسألة الصحيحة تعالي شوف الآن سؤال يقول لي أكتب أكتب مسألة يكون 180 ريالا إجابة معقولة لها لاحظ كل المسألة اللي مرت علينا هل معقول إجابة معقولة طبعا ما أقرر بالطريقة العشوائية بهذه الطريقة لا بد أن أتخذ الطرق صحيحة حتى أقرر طيب لو قلت لك عطتنا أي مسألة أي مسألة بإمكانك تمر عليك مثلا اشتريت ملابس رياضية أو نعم ملابس ثمن واحد منها 90 ريال إذا اشتريت نعم نعم صحيح إذا اشتريت تقمين من هذه الملابس هل يكون 180 تقديرا صحيحا لها أو إجابة معقولة لها بنفس الطريقة أيضا لو كتبنا مسألة اشترى محمد مجموعة من القصص ثمن واحد 30 ريالا لو اشترى 6 قصص هل يكون 180 إجابة معقولة لها أم لا إذن ملخص درسنا عرفنا مهارة وهي تحديد معقولية الإجابة لاحظ دائما مسألة يقول لي حدد هل إجابة معقولة أم لا لكن ما أحدد بالطريقة العشوائية ولكن أوجد الناتج أقارن مع المعطة اللي أعطنيها بعد كذا أقرر معقول أو غير معقول طيب كيف نقرر أقرر مثل ما قلنا بعد ما أوجد الناتج مع المعطيات وأقارن مع المعطيات لا ننسى يا شباب الخطوات الأربعة تساعدني كثيرا في حل المسألة افهم خطط وحل وتحقق في افهم أوجد المعطيات والمطلوب خطط أكتب خطة الحل أما في حل ونفذ الخطة اللي كتبتها اللي راح أسويها أخيرا أتأكد من حلي هو صحيح ولا لا أما بعكس العملية أو بطريقة أخرى أو حتى باستخدام التقدير هذه بعض الخطط اللي مرت علينا في مراحل سابقة حل عكسي رسم صورة البحث عن نمط تمثيل المعطيات التخمين والتحقق وأنشاء جدول كده وصلنا إلى نهاية درسنا شكراً اهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالله الكثيري دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة